أزمة السواريخ الكوبية صديقي البنيئة ده أحلى ميس على الضغغ الكويسة في ظل الصراعات العالمية دول بتختفي ودول بتظهر دول بتتهدم ودول بتتبني علشان كده لازم ما ننساش التاريخ ونعرف إن كل حاجة بتحصل دلوقتي هي لها أسباب حصلت قبل كده الصراع الأمريكي الروسي ده مش أمر جديد حين نتكلم عن قد بين العالم لما كان العالم بيدار من قوتين أساسياتين بل الأمر ده كاد أن يفتك بالبشرية جمعان وعلى سبيل المثال للحصر نحن عندنا أزمة السواريخ الكوبية وعلشان كده نهاردة حديك شوية معلومات مهمة جدا لازم تعرف إن كوبا كانت حليف قوي جدا وابن مدلل لأمريكا حتى عام 1959 وده طبعا يرجع لموقعها الجغرافي المميز وزي ما بيقوله الأمريكان كده وتقع كوبا على بعد تقريبا 150 كيلو متر من ساحل فلاريدا وده اللي خلى أمريكا تهتم بيها وترعاها وتدعمها تحت حكم الرئيس اليميني واللي الناس بتقول عليه ديكتاتور باتيستا فتلاقي بقى أمريكا بتعمل ايه بتاخد من كوبا كل السكر وكل التبغ سجار الكوب يا جماعة أغلى السجار في العالم وفجأة كده وبدون سابق انزار 1959 فيدل كاسترو يعمل ثورة حركة عسكرية حركة سياسية ويقلب عم باتيستا وبعد كده كاسترو عايز يعرف إزاي ثبت الأمن في البلد إزاي يلاقي حد يدعمه وصاحب قوة فيروح لمين لبابا لأمريكا ولكن للأسف الرئيس الأمريكي عايزنهاور بيكبر له وينفض له مايرضاش يقابله ولا يكلمه ويرفض التعاون معاه وفي نيويورك وبالتحديد في مكتب الأمم المتحدة كاسترو بيقابل الاتحاد السوفيتي وبيكلمه بيقول له طب ما إحنا ندعمك لو أنت هتبقى شيوعي بقول لك يفكك من أمريكا إحنا هندعمك وخليك شيوعي وحنبقى معاك وكل حاجة وبالفعل في 1960 كاسترو يبقى الصديقي المقرب والابن المدلل للاتحاد السوفيتي وبالتحديد للزعيم السوفيتي خوروتشوف وحكومته طبعا أمريكا عرفت الكلام دا الجنيت قتلك إيه شوية سوفيت هتاخدوا مني كوبا ولا إيه ماشي طب خد عندك بقى حنا هنعمل حظر تجاري على كوبا وجون كيندي فجأة كده يوافق على خطة عسكرية لاحتلال كوبا وقلب نظام الحكم كمان أمريكا ترسل أكتر من 1400 كوبي منفي لجزيرة الخنازير عشان يعملوا حركة أو ثورة مقاومة مضادة للحكومة الشيوعية لكن تفشل الحركة ديت وكاسترو يبقى بطل جمهوري ونجمه يعلى جدا جدا علشان ما نخش في تفاصيل كتيرة مش مهمة قوي 1962 خوروتشوف يحط سواريخ في كوبا باتجاه أمريكا ومش سواريخ عادية دي سواريخ نووية وطبعا أمريكا وهي بتبع طيران التجسس عشان نشوف العالم فيه إيه يلقوطوا مقاعدة السواريخ السوفيتية المحطوطة في كوبا تجاههم والدنيا تتقلب بس يا ترى اتحاد السوفيتي ليه يعمل كذا لازم تفهم ان قبل الموضوع ده بسنة وبالتحديد 1961 أمريكا نشرت سواريخ نووية باتجاه موسكو في تركيا وإيطاليا وقبل ده كمان 1958 برضو سواريخ نووية تنشرت في بريطانيا اتجاه موسكو حنا بنتكلم ان موسكو كانت في قلب مرمى نيران أكتر من 100 صاروخ نووي فالتحاد السوفيتي قال لك اوكي انا بقى نحط لكم سواريخ في كوبا اللي على بعد 150 كيلو من فلوريدا ما تتعبوناش يا جماعة وطبعا الموضوع كبر وكل واحد ركب دماغه وقال لك والله العظيم لازم نعمل حرب نووية حنننسفكو وهنا نقول لهم يا جماعة مش للدرجات يعني لا قالوا ده انتم واكلين شاربين عاملين إمبريالية مع بعض واللي على لسانهم ما تجوزوش يا بابا ما تجوزوش يا بابا وبعد لقاءات كتيرة وبعد ما عملوا معاهدات كده واتفاقيات وحصوا إن الموضوع كبير وإحنا داخلين على حرب نووية هننهي بها العالم وحنقضع البشرية كل طرف اتفق إنه يسحب سواريخه النووية وكأن شيء ما حصلش وبالفعل حصل وكل رئيس رجع لشعبه فرحان وقال لهم لقد فعلناها انتصرنا وأرغمناهم إنهم يسحبوا النووي وبعد كده عمتا بقى في تاريخ المفاوضات الحربية ورؤوس النووية حنشوف إن البلدين ودول تانية كتيرة في العالم عملت اتفاقيات ومعاهدات ومفاوضات على مثلا إيقاف صناعة السواريخ العبرة للقارات وحاجات تانية كتير زي مثلا سياسة النووي تصنيع النووي حيازة النووي وغيرها بس يا ترى هل حرفين وفعلين الحاجات دي كلها وقفت بقى ليها نهاية؟ هل هي دي نهاية العالم ثناء القطب اللي ليه قوتين بس بيقودوا أمريكا والاتحاد السوفيتي؟ هل فعلا السفينة اللي ليها ريسين بتغرق إلا بداية جديدة ومن يدمنه قرع الباب يوشك ويفتح له سبحانك اللهم أبي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم